صباح الخير، اليوم كان فيه اجتماع مع دولة رئيس الحكومي بخصوص مواضيع بتعلق بالشأن الصحي أكيد كان بالأول حكينا بموضوع الوضع الوبائي بالبلد وخاصة موضوع الكورونا ومثل ما وزارة الصحة بالسابق قالت نعم هناك أعداد عم تكون متزيدي ولكن نحن هذه الأعداد عم نشهدها عادة بموسم الصيف الوزارة الصحة عم تعمل ترصد للحالات اللي بالمستشفيات أو خارجها وحاليا الأرقام اللي عندنا بتفرجي أنه هناك تزايد في الحالات ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة ما في حالات قليلة جدا اللي عم تحتاج أنه تكون بالعناية المركزة ولذلك نحن بنرجع منكرر تشديدنا على أهمية الأمور الوقائية المرضى اللي عندهم أمراض مصاحبة أو أكثر عرضة أنه نحن بننصحهم وخاصة الكبار بالعمر يأخذوا اللقاح لحماية أنفسهم والناس اللي عندهم عوارض أنه يتجنبوا المخالطة وأي شخص اللي عنده مشكلة بالمناعة أو كذا أنه يكون يستعمل وسائل الحماية الشخصية مثل الكمامة وغيرها وطبعاً وزارة الصحة هتطلع المواطنين على أي جديد بهذا الموضوع إذا في دعاً الموضوع الثاني اللي تكلمنا فيه كان أدوية السرطان والأمراض المستعصية برجع بذكر أنه كان بخلال اللقاء السابق مع رئيس اللجنة الصحة النيابية وأعضاء اللجنة مع دولة الرئيس صار في تأكيد على أن الحكومة بتعتبر أنه هذا خط أحمر وذلك موضوع الدعم هو مستمر والتمويل موجود وهذا اللي حيكون يعني إن شاء الله مع سعادة الحاكم بالإنابي باللقاء اللي حيكون بين رئيس الحكومة والحاكم لحتى نحن نكف بالقلية التي كانت متبعة لحتى نأمن هالدواء للشعب اللبناني ورجع بأكد أنه هذا بالنسبة للحكومة يعتبر خط أحمر الموضوع الثاني كذلك اللي تكلمنا عليه هو موضوع غسيل الكلا وتأمين المستلزمات لأنه هناك بعض الشحب بها المستلزمات لبعض المصاعب اللي كانوا عم بوجهها المستوردين بهذا الموضوع سوف يتم لقاء غدا بوزارة الصحة بين الجهات الضامنة الرسمية والمستوردين ونقابة المستشفيات للبحث في حلول لهذا الموضوع ولكن كذلك برجع بأكد أنه بالنسبة لمرض غسيل الكلا الخدمة ستكون مستمرة وأي حل لن يكون على حساب المريض بمعنى أنه لن يكون هناك أي فروقات اللي هي على المريض بهذا الموضوع وسوف يكون الحلول ما بين الجهات الثلاثة اللي ذكرتون فيها طبعا هناك أمور متفرقة أخرى أطلعنا عليها دولة الرئيس بخصوص بعض المشاريع الجديدة اللي حتكون تفتتح بالمستشفيات الحكومية وخاصة هي تتعلق بخدمة مرضى السرطان وكذلك توسعة لبعض أقسام غسيل الكلا وهذا طبعا بيساعد المرضى بيسهل عليهم التنقل لحتى ما يضطروا يتنقلوا لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات وأخيرا نحن بنعرف أن المستشفيات الحكومية عم تقوم بدور كتير جبار خاصة مع الطبقات الأكثر هشاشة لحتى تقدم لهم هالخدمات من غير ما تكلفهم يعني ألف رؤات اللي إيامي كتير عم تطلبها المستشفيات الخاصة وشكرا لا نحن في الموضوع دايما بيصير أنه لما بيصير في عنا موضع العلاقة بالتمويل منشوف أنه إيام بعض الشركات في الخارج بتصير بتبطئ من إرسال هالأدوية هيدا الموضوع نحنا حليناه لأنه لقينا الآلية وفيه هناك اجتماح يكون نهار الجمعة مع نقابة المستوردين بس لحتى نحط النقاط على الحروف ولكن حاليا الدواء عم بيكون مؤمن عبر منصة التتبع اللي موجودة والغالبية العظمة من الأدوية موجودة مش صحيح الكلام اللي نقال أنه هناك 40% أو غيرها هو كلام غير صحيح أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر